اشتركوا في القناة ومؤسسة موهبة في مقر المؤسسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وقع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم والدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة موهبة حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال رعاية الموهبين بما في ذلك تطوير برامج إثراء الطلبة الموهبين في المدارس وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والإقليمية والدولية وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات في مجال الموهبة والإبداع والابتكار والتعاون في الإنتاج العلمي والترجمة إلى جانب تأهيل الطلبة للقبول في الجامعات العالمية المرموقة كما قام سعادة وزير التربية والتعليم بزيارة إلى جامعة الملك سعود للإطلاع على برامج مؤسسة موهبة الإثرائية الصيفية والتي يشارك فيها عدد من طلاب وطالبات مملكة البحرين الذين تم ترشيحهم من قبل مركز رعاية الطلبة الموهبين التابع لوزارة التربية وتعليم إلى جانب الطلبة الموهبين من السعودية والإمارات والكويت وقد أشاد سعادة الوزير بالمجالات التي غطتها مذكرة التفاهم مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة سوف يتاح من خلالها تقديم برامج مشتركة لرعاية الطلبة الموهبين والتبادل الخبرات في مجال الكشف عن الطلبة وأيضا قيام ببرامج تدربية اليوم اطلعت أيضا خلال زيارتي إلى البرامج التي نظمها هذه المؤسسة ويشارك فيها أيضا طلبة بحرينيين مع شقائهم هذا سوف يسهم أيضا في ارتقاء بتحصيلهم العلمي ورعاية موهبتهم بالشكل الذي يخدمهم إن شاء الله من جانبه أشاد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بحرص وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين على توفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع الطلبة البحرينيين لبناء قدراتهم الإبداعية والابتكارية مؤكدا أن مؤسسة موهبة سعيدة بالإسهام في تحقيق رؤية مملكة البحرين المتمثلة في رعاية الموهبة والإبداع وتنمية قدرات الموهوبين وبناء قادة المستقبل والتعاون في بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان أحسنت وزارة التربية والتعليم ابتداء من تقصد إلى موهبة فيما يتعلق رعاية الموهوبين والمبدعين كون هؤلاء الشريحة هم قادة المستقبل هم التنمية للصدامة هم الذين يخلقون التقنية وينتجونها وليسوا مستهلكين لها سعادة وزير التربية والتعليم أكد أن مشاركة طلبة مملكة البحرين في البرامج المتنوعة التي تنفذها مؤسسة موهبة تعد فرصة حقيقية لهؤلاء الطلبة للإطلاع على أحدث المستجدات العلمية كما تنفذ مؤسسة موهبة برامج متميزة في مجال رعاية الموهبين وتعد أنموذجا راقيا حقق نتائج مشرفة تستحق كل التقدير والاهتمام مشيدا بالتعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة موهبة والذي يعبر بصدق عن العلاقة الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة